اصدقائي هالفيديو هذا تصور قبل شهر رمضان فكل لقطة اكل صورت قبل شهر رمضان انا ميرا واليوم اجعلت لكم فيديو جيد فيديو اليوم هنقسمه على جزئين الجزء حينشر هالأسبوع والجزء اللي بعده أسبوع التالي بس قبلها اذا كنتوا اول مرة عم تحضروني لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة ضغطة الاسبسكرايب الأحمر كمان فعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شي وحطوا بيج لايك لهالفيديو مشان تدعموا هالمحتوى وبالمرة مش خسرين ولا شي اذا رحتوا تابعتوني على الانستغرام وهلأ صارت ليا نبلش سوأ اصدقائي هالفيديو هنقسمه على ثلاث اجزاء الجزء الاول هو تنظيم الوقت الجزء الثاني هو التغلب على الكسل الجزء الثالث هو التركيز وقسمته هالتقسيم بناء على اقتراحاتكم انتم ضروري جدا تكون عنا رؤية احنا شو لازم نذاكر والفصل اللي علينا عشان نعرف من وين رح نبلش فلهيك رح نسوي هالجدول هاد ونعلقه قدامنا ونكتب التاريخ اللي لازم ننهي فيه هالشي يعني الديدلاين تبع كل المادة الجدول هيكون كالتالي مادة وتحت هالفصل وتحت هالدرس وتحت هالديدلاين التاريخ مثلا نقول على سبيل المثال عنا الرياضيات عنا فيها اربع فصول ونقول مثلا عشرة دروس ونقول انه الديدلاين هتكون يوم 15 مايو هلا بنجي للنقطة التانية من تنظيم الوقت اللي هي التاريخ الزمني للمذاكرة شو هو افضل وقت للمذاكرة في عنا طريقتين يا اما الزاكر ومن الفجر لحتى العصر او من بعد الافطار للفجر كيف فينا هلا نقسم المواد شو افضل وقت مثلا للمواد الادبية وللمواد العلمية انا اللي بقلكم عليه انه الصبح افضل وقت للحفظ وبالليل تكون عندكم طاقة بعد ما اكلته ففيكم تسوي المواد العلمية وما تجو كتير على حالكم اذا انتو من نوع اللي بيفضل انو يذاكر بالليل ذاكروا بالليل مش فيش اي مشكلة هو افضل وقت للمذاكرة بصراحة من الفجر لحتى العصر بس اذا كنتو انتو من النوع الليلي وبتحب المذاكرة في الليل فما تجو ابدا على حالكم وتتغيروا توقيت نومكم بس عشان تتكيفوا مع هالشي ذاكروا بتوقيتكم انتو بالتوقيت اللي انتو يسعدكم واللي انتو تعرفوا حالكم حتونجزوا فيه وهلا بنجي للنقطة التانية التغلبوا على الكسل سومي المعروف انو في رمضان في نوعية من الكسل بتصير يا اما من الجوع شديد يا اما من كثرة الاكل وخاصة بعد الافطار لهيك لا تاكلوا مرة واحدة وقسموا اكلكم على مراحل عشان ما تحسوا بالخمول والنوم تحرفوا هداك الاحساس اللي يبحت جوع شديد فجأة ان بتاكلوا بينزل علينا نوم مش طبيعي انا بتكون هيك عين مفتوحة وعين مسكرة زي القطة النقطة التانية في هاي الجزئية استحموا بالمية الباردة لانها كتير بتنشط الجسم واشربوا كتير مية لانه هالشي كتير مهم غير عن هيك اذا بدكم تسهروا فشربوا المية لكتير هالشي كتير مهم لانه حيخليكم ماشيين رايحين على الحمام وغصبا عنكم حتظلوا صحيح كتير في رمضان بيصدع راسنا وخاصة بعد الاكل اذا انتوا كمان كنتوا من هاي النواية حطونا هالاموجي هادة عشان اعرف انه في ناس دايق والحل لهالشي حليب دافئ مع العسل كتير بهدي الاعصاب ولا تنسوا اكل التمر ينشطوا طريقة خرافية وكمان المكسرات اللي انها فيها البروتين والأوميجا 3 اما الصحور افضل شي هو الموز بالتمر التمر يعطيكم الطاقة والموز ما بيخليكم تحسوا بالعطش مهم شي تاني كمان مين فينا ما يسوي هاي الحركة باعتقد انه كلنا هداك الشخص اللي لما يروح للمذاكرة تمسكه حك حكة مش طبيعية دودة الكسل تبلش تلعب فينا بدنا هيك نتحيل شوي على حالنا ونكذب حالنا ونقول انسيت دفتر انسيت قلم لازم اروح اشرب مية لازم بدي اسوي هاي الشغل بس عشان ما نكفي مذاكرة فلهك يا كينجدوم فروجيتوس جاهزونا كل شي على الطاولة عشان ابدا ما توقف مذاكرة انه احنا لازم نجيب اقوال علامات اوكي بي بي برابا سوهلا جايز هنحكي في اخر نقطة اللي هي نقطة التركيز غلط انه احنا نذاكر في جماعة لانه جلستنا هتتحولنا للميمة فلان شو سووا فلان شو سووا وانتو عن غينة عن كل هالشي حيشد التفكيركم بس الشي الثاني عن جد يلخص معاناتي في رمضان في رمضان بسم الله ما شاء الله هتكذر كل المسلسلات الوان واشكال لا كل المسلسلات والفنانين اللي انتو بتحبون التلفزيون واليوتيوب والحياة كلها تصير جنة واو بس في فترة الاختبارات وبعدين كل شي رشا عادي ليه بدي بارف بس انه ليه في هاي الفترة بس اووخ عن جد قديش بكره هالاحساس ولكن احتسبوا هالشي لله وركزوا في دراستكم مشاين انكم تبتخروا بحالكم وتخلوا اهلكم كمان تبتخرين فيكم متذكروا ان كل الحلقات فيكم تحضروهم بعض الاختبارات ورح تلاقوهم دايما موجودين على اليوتيوب قاوموا هالشعور بتسجير حالكم بهدفكم وخلوه دايما قداموا عيونكم وتذكروا من ترك شيئا لله يعوضه شيء كتير يساعد على التركيز هي النية لازم النية تكون حاضرة في كل انجاز وفي كل هدف وفي كل فعل قولوا احنا راح نركز احنا راح ننجح رمضان تحدي فخذوا هاي الاختبارات كتحدي لالكم وقصبتوا لانفسكم قبل اي حدا انكم قدوق دود لما بنحكي عالتركيز لازم نحكي عالموبايل لانه اكتر شي بشتت التركيز هو الموبايل شوفوا انا لما كنت بتدرس بالسرامي بصرحة كنت مدمينة مدمينة فيسبوك حرفيا وكنت ابدا ما بقدر اذاكر انو موبايل بجنبي فكنت بذكروا وبعطيه لماما وتعطيني اياه بعد فترة الاختبارات بس يا بابي اذا كنتوا من نوعية اذا الموبايل تابعكم راح بعيد عنكم وما كان جنبكم بتصيروا بتفكروا بيه اه مين اتصل فيه اه ايجيتني رسالة شو صار في الفيسبوك شو صار على الانستجرام شو صار على اليوتيوب وظل هيك بلكم مشغول دايما مع الموضوع فهون اليكم الحل خلوا الموبايل تابعكم جنبكم حطوه على الوضعية سايلنت او وضعية الطيارة هيك انتو بتكونوا مطمنين وبنفس الوقت بعيدين عنو وتقدروا تذاكروا غير عن انو راح تتعودوا على السيطرة لحالكم وعالشي اللي حواليكم وتقسيم اولوياتكم اخر شي لما تحسوا حالكم ما في اي قدرة على التركيز وخلاص اتعبتو ما في اي نتيج عم بتذاكروا بس ما في شي عم يعلق بدماغكم خذوا راحة وبعدها ارجعوا وذاكروا مرة تانية وهم فيكم تستعملوا طريقة اسمها طريقة البومودورو اللي هي عبارة عن مذاكرة لمدة 25 دقيقة وراحة 5 دقائق تكرروا على هالطريقة لخمس مرات وبعدها تاخدوا راحة طويلة وهيك بتضمنوا حالكم منكم على مداها 25 دقيقة لتكونوا كتير مركزين وهي من افضل الطرق للمذاكرة للناس اللي بتفقد تركيزها بسرعة وبس جايز هيك بنكونوا وصلنا نهاية الفيديو وتابعنا انتظروا الجزء الثاني من هذا الفيديو الاسبوع الجاي ان شاء الله بنفس الوقت وبنفس اليوم لانو الفيديو حيكون نار الله معكم وقلل وفقكم وتذكروا دايما من سارة على الدربي وصل وهلا بقلكم ديروا باك محاكم احلامكم وقلوبكم نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم أرمون يا بيبي سلامت يا حباب باي باي انا في م初 saints اميجا جدت ماذا تتمورجين ليس ف Wuhan الأميجا قطاء ، كل ausge قطاء اشتركوا في القناة